هل يؤدي استعادة أوكرانيا السيطرة على غالبية أراضيها أو تسليمها بهزيمتها النهائية في باخموت؟ هل سيؤدي إلى مفاوضات؟ وهل يمكن القول أيضاً أن بدء المفاوضات مرهون باستنفاذ مخزون أي من طرفي الصراع؟ هل ستكون هناك مفاوضات في كل الأحوال؟ نعم، أنا على ثقة من ذلك وإيماني لم يتغير بأن المفاوضات ستنطلق أو سنبدأ بتحسسها في غضون نهاية هذا العام والأسباب وراء ذلك كثيرة من ضمنها الهجوم الأوكراني هذا الذي بدأ وأيضاً الانتخابات الأمريكية وأيضاً في عدد آخر من الدول التي لها علاقة بالحرب كما أن مخصصات أوكرانيا في الموازنة الأمريكية لها دخل لسيما مع بدء موسم الموازنة ومناقشتها في المؤسسات الأمريكية والتي تبلغ ذروتها في سبتمبر وأكتوبر عندما يتم الكشف عن الأرقام لمناقشتها وفي حالة أوكرانيا خصص الكونغرس عام 2022 ما لا يقل عن 113.1 مليار دولار أما إدارة بايدن والبنتاجون فقد خصص أقل من عشر هذا العام ولذلك من الواضح أنهما ينظران للكونغرس لضخ المزيد ويمكن أن يكون 50 ملياراً إضافية وأعتقد أن الحالة الوحيدة التي قد لا نشهد فيها مفاوضات هي عندما تبلغ الدول الداعمة لأوكرانيا كييف بأنها ستستمر بتزويدها بمزيد من السلاح والمال حتى ولو كان الوضع على حاله مثل ما كان عليه في الثالث والعشرين من فبراير 2023 والذي كانت روسيا تسيطر فيه على جزء من لوهانسك ودونسك والدومباس والقرم والتي تسيطر عليها عملياً منذ 2014 فهل نستمر مع ذلك بتحميل دافعي الضراء بكل هذه الأموال من دون نتيجة على الميدان؟ وفي حالة الولايات المتحدة فأن هذه الأموال لا تأتي من المدخرات أو من صناديق متخصصة وإنما من الاقتراد هنا في أمريكا يتم اقتراد كل دولار لتمويل أوكرانيا